متابعة لما قاله سيد كوميت إبراهيم من حلب بهذا الخبر الذي قد يكون بداية أيضا لعمل جاد وآليات واضحة النقل العدد من العائلات المتضررة أيضا إلى مراكز الإيواء إلى مساكن إقامة مؤقتة في منطقتين مساكن هنانو والشيخ السعيد المصدر يقول بأن هذه المساكن مؤقتة على مدى المتوسط وأكثر امتداد من مراكز الإيواء الحالية بمعنى أنه قد تكون بداية الآن للانتقال إلى مساكن مؤقتة لهذه العائلات التي تضررت بطبيعة الحال نحن نتحدث الآن عن عودة للشكاوى التي وردت إلينا من قبل كثير من الأشخاص وفي عدد من المحافظات ليس في محافظة واحدة من دمشق من اللئذقية من حلب من حمص من حمى تقريبا السويداء على الارتفاع الذي وصفوه بالجنوني للأسعار والمواد الغذائية والاستهلاكية